النهاردة كنا في افتتاح حزمة من المصانع التي تنتج حزمة من المنتجات العسكرية وغير العسكرية أسلحة وزخائر ودبابات ومدرعات وأيضا مجموعة أخرى من المنتجات زي ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات في إطار ما قامت به وزارة الدولة للإنتاج الحربي وافتتاحات مصنع تلتمية الحربي في مدينة أو في منطقة أبو زعبل وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان اليوم يوم فارق يوم مهم يوم اطلعنا فيه وكل أبناء الشعب المصري على باكورة أو استمرارية أو عودة أو إعادة لزمن كانت في مصر بتصدر منتجاتها العسكرية من المصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع إلى كل الدول العربية النهاردة بنتطلع وبنشاهد ما يثلج الصدور في مسيرة إعادة الصناعة العسكرية المصرية إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى لتكون قائدة ورائدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أسلحة وذخائر بنادق رشاشات كل ده النهاردة كان في مسيرة واضحة لمجهود بذل لإنتاج بين واضح النهاردة كنا أمام أرقام بتدعو للفخر ومنتجات بتدعو للإعجاب ومسيرة من العمل والكفاح والتصحيح والإصلاح الهيكلي لهذه الشركات والمؤسسات التي كانت أن تموت وقفة كما تموت الأشجار وقفة خلال العقود القليلة الماضية النهاردة كنا على موعد أيضا مع إنتاج مصري نفخر به جميعا وهو إنشاء أول لودر مصري بأياد مصرية وصناعة مصرية وتخطيط مصري لودر لونج لايف اللي دي 900 والعربة المدرعة سينة 200 يبقى النهاردة شفنا منتج مصري اسمه لودر لودر كلنا عارفين لودر كل اللوادر الموجودة بنشوفها في الصحراء في الجبل في المحاجر في المناطق اللي فيها عمران المناطق اللي فيها مقاولات وبناء وإنشاءات كل اللوادر مستوردة إما من اليابان وإما من ألمانيا ومن أوروبا وغيره وغيره أو من الصين أو إلى آخره النهاردة نحن كنا على موعد مع اللودر المصري ده أمر مهم جدا لو نعرف إحنا بننفق عملة صعبة قد إيه على استراد اللوادر المستعملة أو الجديدة نعرف إن إحنا سدنا باب من أبواب نزيف العملة الصعبة أصبحت وزارة الإنتاج الحربي بتنتج لنا هذا اللوادر بمواصفات عالمية مواصفات بتناظر مسيلاتها في الدول المتقدمة اللي هو اللونج لايف اللي دي تسعمية لوادر دعوة مني إلى كل مستخدمي ومستهلكي اللوادر توقفوا عن الاستيراد تماما دعوة بقول تاني كل الناس اللي بتستورد أو كل الناس اللي بتشتري لوادر من فضلكو عندنا لودر مصري بإيد مصرية صمعاه أيادي مصرية وعقول مصرية بمواصفات والله عالمية يبقى أي مواطن أي مستثمر أي شركة بتستخدم اللوادر يعني حرام من ناحية الوطنية إنه يقوم باستيراد أو يقوم باستخدام لودر بيصنعه آخرون ويستفيد منه آخرون وإحنا عندنا مصنعنا الحربية بتنتج هذا اللوادر بمواصفات عالمية دي مشرة للناس آدي اللوادر المصر ده فخر الصناعة المصرية بحق فخر الصناعة الوطنية بحق هات اللوادر يا وليد أنا مش مهم هات صورة اللوادر يا سيدي هات أيوة للناس بجيب صورتي صورتي الناس هتشتيريني اللوادر أهو اللي احنا عايزين الناس كلها تعرف إنه عندنا اللوادر في مصر بصناعة مصرية وعقول مصرية وتصميم مصري وأي كمية الناس عايزاها أي شركة هنلاقي إن اللوادر المصري موجود ومتوافر في المصانع الحربية كنا النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني شهد باكورة إنتاج المصانع الحربية وأول اللوادر ينتج فيه مصر بهذه الكفاءة أيضا العربة المدرعة سينة 200 ومصنع مشتقات الألواح الشمسية لتعزيز نشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية ده من شركة بنها للصناعات الإلكترونية ومجمع البطاريات من شركة قهة للصناعات خلينا أقول إن اللوادر أرجع للوادر تاني لأنه لافت للنظر وأعتقد علينا يا جميعا إن إحنا نفخر به ونتكلم عليه ونديله مساحته ونديله حجمه ما رأيناه النهاردة من صناعات عسكرية ما رأيناه النهاردة من صناعات بأيدي مصرية تدعو للفخر وتقول إحنا انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة مش عايزة ضخم ومش عايزة قعر في الكلام لكن بقول لأ يا مصريين إحنا فيه وراء السطارة فيه شغل بيحصل ما بنشوفوش غير ما بيتم ما كانش فيه افتتاح أو وضع حجر أساس لمشروع تدشين أول لودر مصري لا 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 إحنا فجأة لقينا فيه لودر مصري موجود شفناه فين متصنع في المصانع الحربية فين فيه وزارة الإنتاج الحربي إحنا شفنا لودر شغال ده معناها إن إحنا مش انتهينا من عصر الوعود البراقة والكلام الفارغ الذي لا يثمر عن شيء في النهاية إلى إن إحنا بنعمل في صمت وهذه المنتجات والصناعات بتتحدث عن نفسها شارك كان رئيس فريق العمل في صناعة لودر عالم مصري أحد علماء مصري كان في الخارج مصري بدأت تستوعب علمائها تستعين بأبناء في الخارج وهو الدكتور ميشيل نايت اللي كان رئيس المجموعة واللي بيشرف على عملية تصنيع هذا اللودر اللي بقول المفروض مصر كلها تعرف إن إحنا عندنا لودر مصر وتعرف إن إحنا عندنا مدرعة مصرية وتعرف إن إحنا عندنا سيارات كهربائية بتشتغل بالكهرباء صناعة مصرية والهيئة الشركات التابعة للمصاني الحربية كل هذه الشركات والهيئة العربية للتصنيع رجعت كما كنا نتمنى وما زال الطريق طويل إحنا بننتج يا مصريين الزخيرة من أول الزخائر أو الزخيرة الضخمة للدبابات وبننتج وبنصنع الدبابات وبننتج كل أنواع الزخيرة والرشاشات الآلية كل ده بينتج في مصانعنا العسكرية هنا وعلينا أن نفخر بذلك